قال إبراهيم تراوري قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إن الانتخابات التي وعد المجلس بإجرائها لن تكون ممكنة إلا إذا سمح الوضع الأمني بينما احتشد المئات من أنصاره في العاصمة وقادوغو في الذكرى الأولى للإقلاب العسكري وتجمع مؤيدنا في ساحة الأمة ملوحين بإعلام بوركينا فاسو وحملوا لأفتات عليها صور القائد العسكري شاب الكابتن تراوري وسبق أن تعهد المجلس العسكري بإجراء انتخابات في يوليو 2024 قد تعيد الحكم المدني للبلاد